السلام عليكم عدنا حل كتاب التمرينات للصف الثاني الابتدائي صفحة دعش الدرس الخامس العدد الفردي والزوجي أضع دائرة حول العدد الزوجي ومربع حول العدد الفردي عد عشرين عدد الزوجي شون عرفت لين بداية الصفر وهو من العدد الزوجية ثلاثة وثلاثون عدد فردي لين ثلاثة من العدد الفردية مائة واثنان وعشرون عدد زوجي لين الثنين من العدد الزوجية مائتان وستة وخمسون الستة من العدد الزوجية ذن هذا العدد الزوجي أربعمائة وتسعة وستون عدد فردي لين التسعة عدد فردي ستمائة وثمانية عدد زوجي لين الثمانية من العدد الزوجية ستمائة وستون الصفر من العدد الزوجية ثلاثمائة وتسعة وثلاثون من العدد الفردية وخمسمائة وواحد وخمسون الواحد من العداد الفردية اكتب العداد الزوجية المحصورة بين العددين 19 و 37 ريد الزوجية فقط إذن 20 21 لا 22 23 لا 24 26 28 30 32 34 36 اكتب العداد الفردية المحصورة بين العددين 20 و 38 الفردية 21 23 25 27 29 31 33 35 37 اكمل نمط العداد الفردية إذن 21 و 15 و 21 لو نشوف المسافة بين 15 و 21 هي لو نجي نحسب 6 عداد إذن يزاد العدد بمقدار 6 في كل مرة 215 21 21 حط لها 6 22 27 نضع هنا 6 7 و 6 13 واحد عدد تسمية 1 و 2 3 إذن 23 و 33 و 6 2 29 و 36 و 24 751 فراغ وعدي 743 فراغ 735 و 731 أدنى 35 لل31 تنقص بمقدار 4 إذن يجي نقص هنا 4 يقلع لي 747 و 4 نقص 4 739 أكمل نمط العداد الزوجية عدي 444 4444 و 448 إذن هنا يزاد لكن مننا ينقص جديد 4 440 4444 448 نزيدها 4 صعد 452 نزيدها 4 على 2 456 نزيدها 4 460 654 نقصها 2 652 نقصها 2 650 نقصها 2 648 نقصها 2 646 نقصها 2 644 إذن هنا ينقص العدد بمعدال 2 في كل مرة شكرا لكم